من جمعين النادي الأهلي. هو أنتوا عايزين إيه؟ ما هو بيتسو موسماني وصل الفريق للجول. البيتسو موسماني الموديل الفني خلى الفريق يصنع فرص. وده قالوا بيتسو موسماني فقط من مؤتمر صحفي. أنا دوري إن أنا أوصل الفريق للجول مش دوري إن أنا ننزل أسجل. أنت رأيك إيه؟ ما هو الفعل الأهلي وصل للجول النهارده أكثر من المرة. صح. طريقة الواقع. يبقى أنا تمام. الطريقة التقمع. أنا موسماني. فيه جزء طبعاً على اللاعبين. يعني النهارده محمد شريف في فرصين أو ثلاثة من اللجوله. الحقيقة ألوم شريف أكثر ملوم موسماني. هو اللاعب مش مركزه. سمعت من شوية كابن أحمد جعفر بيتكلم إن اللاعبين بيفقدوا الثقة من كتر ما ممكن يضيعوا الفرص أو يهدروا أهدف سهلة. هنا ده مطلوب مطلوب إن المدير الفني اللاعب بيضيع. محمد شريف بيواصل التضيع أو بيرست أو أيا كان الاسم عشان ما قولش اسم بعين ويعني. هل أنت عندك ما يكفي من الحصص التدريبية أو يعني عدد مرات التدريب اللاعب بياخدها ما بين المباريات علشان تقدر تحسنه الفنيش أو تحسن التكنيك بتاعه والتقنية بتاعته. كانه برضو كلم عن عمر السعيد والجزيري في الزمالك إلي آخره. إيه نوعية التحركات والفرص المفضلة لللاعب إنه يسجل منها؟ يعني نهارده فيه كرة هيلة قوي ما بين شريف و بيرست أو الشريف كان واقف لبره وفود بيرست أو يلعب على الجوة. بيرست أو مجرد ما تقلع على الكرة يعني رفع عينه وتقلع على الكرة قدم ساحة لشريف إنه يقطع له في قصة مضافية الحياة بيرست أو حطله كويس جدا. شريف أي حاجة غير اللي عمله كرة جولي أي حاجة فأنت هنا وإنت رايح أنت مش عارف أنت هتعمل إيه أنت مش رافع عينك. هل شريف القطعة دي حصلت بشكل ارتجالي هي لو بتتكرر في التمرين ودي جملة إحنا حافظينها هيجيبها جلوه ومغمط على فكرة. صح. يعني العقل الباطن بتاع اللعيب من كتر ما أنا بتتمرن خلاص أنا هسجل أنا هقدر أن أسجل منها. فالفرصة بتتسنها هل هي فرص قدرية بالصدفة عند رأيك تهاد لعيبها. متروكة لمساحة الارتجال أو الكرياتيفيتي عشان كلمة أشيك يعني. متروكة المساحة دي من اللعابين قدامي. مدير فاني مرهوش جاخل بيها. ساعتها هلوموا أنه هما بيضيعها. لأنك إنت لو في منهج لعيب دي بتوصل كل مرة بنفس الشكل. وكل مرة في لعيب بيقطع القريبة أو لعيب بيقطع البعيدة. وفي اتنين من خط الوسط بيتواجدوا في نفس المساحة أو نفسه مربعة كل مرة. والكرة العرضية بترفع من نفس المكان. فأنا شايف ده بيحصل. ده النمط هو ده البترن أو النمط. فلو ده بيحصل ويتكرر. هنا ما أقدرش ألوم المدير الفني. ألومه في جزء صغير بس اللعيبة لو فضلت ضيع. يبقى اللاعبين غير مناسبين لنوعية الفرص دي. إما هما محتاجين يحسنوا التكنيك بتاع الفنيش بتاعهم. وده يتطلب عدد أكبر مرات تدريب أو ترايلز أكتر في التمرين. التمرين اللي هو العدد اللي هو الساعة أو ساعة ونص اليومية المعتادة. غير كافية. فمحتاج اللاعبين يعملوا حاجة اسمها تدريبات تخصصية. لا يبتشغلوا فيها بشكل فردي. إن هما يطوروا من الجزء ده عندهم. طيب. في حاجة. ممكن أكون عارف من حكمة علاقة بيك رأيك فيها. بس لازم كمان الناس تسمعك. تفضل. ليه دايماً في مشكلة في خطة تدفع النادي الأهلي. دايماً في مشكلة. بأي عناصر موجودة في مشكلة في خطة تدفع النادي الأهلي. مستباح. فكرة إنه الضغط على اللاعب اللي مع الكرة أو المهاجم اللي مع الكرة في أي خصم. بيبقى الضغط ضعيف جداً. فكرة إنه يبقى فيه مساحات دايماً خلفك سواء ناحية البكات أو الاثنين مساكين موجودة. فيه مشاكل. حتى لو المشاكل دي الأهلي دايماً كان بيترجمة بانتصارات. بس المشاكل موجودة. يعني الأهلي بيبقى بينتصر. والمشاكل دي بتفضل موجودة حتى لو بيحقق السلاس نقط. طيب. خلينا نفرق ما بين اللي ضغط على اللاعبين. اللي مرتبط بعمليات الفيز بتاع البيل داب اللي هي مرحلة مراحل بونال هجمة. وعملية المساحات الوعي دي في الحالة الدفاعية بقى أو التنظيم الدفاعية. خلينا نتكلم الأول على حطة بونال لعب. تمام. لا أفكار مسماني بتتلخص في أن وجود أكبر عدد من اللاعبين في التلت الأخير أو أمام المربع. وبالتالي التحضير دايماً بيكون العدد فيه قليل. الجنحين والاثنين المهاجمين بيكونوا متعلقين فوق قوية. عقرب 18 المنافس. الاثنين الفول باكس بيتقدموا وبيعدوا خط النصة أو بيوصلوا نفسهم يعني. ويتبقى أربع لعبين اللي هما الاثنين قلباء الدفاع والاثنين الارتجاز هما اللي بتولوا عملية تبادل. بونال لعبوا تبادل الكرة لغاية ما يلاقوا حتى كده أو مكان فرصة مساحة. يلعبوا فيها الكرة الطويلة علشان الناس يبدأوا ياخدوها أو ياخدوا الكرة التانية من بعد كده. ده بيحصل؟ لا ما بيحصلش إنهما بيقعوا قدام الضغط بقى. قدراتهم الفردية مبدئياً غير مناسبة لده. كم زوايا التمرير اللي بيخلقها أربع لعبين بس موقفين على شكل بوكس يعني اتنين واتنين موقفين على شكل مربع كده. غير كافي نتلاقاً. دائماً العدد الفردي في البلد أب بيخلق زوايا تمرير أكتر. هنا أو الشكل الغير منتظم بيخلق زوايا تمرير أكتر. الشكل النادي الأهلي بيبني به بيحصل اتنين دفندرين طبعاً بيروحوا دهروهم للملعب والشوم لمرماهم. زي ما شوفنا رامي ربيعة و أفشة النهاردة في محمد هلال مطلع رامي ربيعة برى اللعب ومحمود سيد لعيب خط وسط البنك الأهلي مطلع أفشة برى اللعب. هم ضغطين على الاتنين فحرمين أنهم حرمين عبد المنعم وأيماً أشرف أنهم يخرجوا عليهم ومع ضعف رامي ربيعة بالكورة وعدم إحساس أفشة بالمكان حتى لو الكورة جاءت لهم كل اللي بيعملون أنهم بيجلوا تمخبطة فيهم ومرجعها تاني اللعيب اللي جابها لهم. لأنه مش مكانهم أصلاً. بزاوية ميل جسمك يبقى ميل عشان يبقى عندك مجال للرؤية يعني أنت بتسلم بجنبك بدلاً ما أنا بروح لللعيب كده أنا محتاج أن أروح له بزاوية ميل شوية عشان يبقى عندي القدرة أن بفنت بسيط جداً أطلع المدافع الضغط علي برى اللعب أو كمان أنا مجال رؤيتي أو واسع شاف الجزء اللي هو المنطقة اللي خارج اللي في ظهري اللي هي في نص ملعب المنافس حداً ما بيحصلش ودي مشاكل تقنية مش هتتغير غرب التمرين اللعيب يتفرجوا على نفسه ما بيعمل ده أو المسلمان يغير الشيب شكل البوكس اللي بيخرجوا فيه ده لازم يتغير ينضم لهم واحد من الفول باكس بقى فيبقى شكل خماسي فزاوية التمرير تزيد إلى آخره الحلول بالتأكيد عند المسلمان هو يعرف أكتر مننا إلا اللي بيتم احنا دورنا ان احنا بنقيم الشكل اللي الرجل بيستعمل أقول له هو مناسب ولا مش مناسب الحقيقة هو مش مناسب فبالتالي بيقعوا فريسا للضغط فهي بتتخطف تمريرها سيئة يعني تمريرها سيئة بتتقطع مباشرة من أول لعب أو بتروح تمريرها طويلة وحتى لو خدت الأولانية نتيجة سوق انت تشارك قدام ما بتاخدش الكرة التانية والهجم ما بترتد عليك وده اللي حصل فده الجزء أو القصور اللي موجود في الحالة الهجومية النادي الأهلي طيب القصور اللي موجود في الحالة الدفاعية برضو هيا هيا انت طول الوقت بتحاول منك فريق كبير وليك الأبر هند في بطولة الدوري عكس الكيس اللي كنت تكلم يعني ما منتخب مصر وانت بتلعب تحت الكرة في كاس قمة أفريقية فانت طبيعي انك تكون فاتح خطوطك والمسافات ما بين خطوطك كبيرة وعدد من اللاعبين موجود في نص ملعب منافس شان يحاول يضغط بدري واستخلص الكرة بدري ولان الضغط مش بيكون منتظم أو اللاعبين أصلا قدراتهم الدفاعية قليلة فالضغط ده بيتضرب بشكل أو بآخر فبالتالي المنافس ب يروح بعدد مكافئ تقريبا لللي فاضل في نص ملعبك فبالطر انك تخرجوا يقبلوما انا مش هستنى لغاية 18 واحنا عدد حش متفاقين عليك عددي في حاجة اسمها النوميركال أدفانتج أو اللي هي الميزة العددية فانا مش موجودة فانا لو سبتك لغاية ما تيجي عندي هبقى مرماية في خطر كبير احنا انا ما عنديش مدافع او اتنين زيادة حتى فبالطر ان انا اخرج من مكاني اخرج من مكاني اعمل حاجة من اتنين يعني البوزيش ان الادفانتج ان انا ا اخد ميزة مرتبطة بان انا غيرت البوزيشن بتاعي فقابلتك في منطقة الخطورة فيها قليلة على مرماية احنا لسه في التلت الاوسط من الملعب او حاجة اسمها الديناميك ادفانتج ان انا كلاعب بقى في النادي الاهلي استغل القدرات الدينامية اصرع منك مثلا انقضاضي افضل منك فدي حاجة مرتبطة بقدراتي انا كمدافع او قدرات مدافع النادي الاهلي فده اللي ما بيحصل في كل احوال الميزة حاب تتكشف صحيح ولان دايما الميزة مش موجود مش دايما ااسف مش دايما الميزة موجودة يعني محمد هاني لو راح على جناح وليكن يعقوبه النهاردة هل انت اضمن ان في كل مرة هاني هاني هيخطف الكرة هل انت اضمن ان هاني اسرع من يعقوبه بظروفها حقيقة عشان يبقى واضح يعني فيعقوبه سهل جدا يتبادل الكرة ياخد الكرة في ظهر هاني ويروح في المساحة دي كلها اللي هاني براها فيضطر عب منع يفتح ويسيبه فيروح له فايمن اشرف يروح وراء فمحمود وحيد يرحل غلط او يرحل بالزيادة فكري بامبو يروح من ورزيادة الكرة للنهاردة في الستة ياردة هالفرصة دي اتخلقت بالطريقة دي بالظبط هوا ليه كريم فؤاد ما بيلعبش هوا ليه كل صفقات الاهلي عموما ما بتلعبش يعني اغلب مش كل عشان بيرسيتو في النهاية هو يعني بيلعب بس ليه اغلب صفقات الاهلي ما بتلعبش الجديدة الجديدة يعني كريم فؤاد مكي سوني يحسام حسن بيرسيتو اللي بيلعب بانتظام يمكن احمد عبدالقادر طبعا ده عائد من الاعارة يعني لكن انا مش شايف حد بيلعب من الصف محمود وحيد قالش مصدق انه مازال هو بعد ربع صيف النات الاهلي اغلبهم مصاب وقت ما تحبت رأيه حالي معلول انت بقيد محمود وحيد هو كريم فؤاد في ميزة هيلة وهي دي الميزة الحقيقة انت اشتريته عليها عشانها اساسا باكرا هيد باكليفت جناح يمين جناح شمال راجل جوكر في كل المراطق اللي هي قرب الخطوط هو لعب جوكر ولما لعب في كسر ربطة بداية من كسر ربطة ولاعب في امبارات الدوري وشوفنا في بعض الوقت في كسر عامل انديا بالمناسبة ل لان في شخصية في لعب عنده شخصية عنده حاجة يقدر يقدمها قراراته في الملعب ما فيهاش مشاكل حتى معدل اصاباته الرجل بيدخل على اللاعبين هو مش خايف لانه هو معدل اصاباته كلاعب ربنا احميه يعني وحفظه طبيعي وحيد بالتأكيد متأثر بكم الاصابات الكبير ونفس مشكلة موجودة عند رامي ربيعة بالمناسبة انت طول ما انت مسارتك مدينة الاصابات بيبعندك مشكلة كبيرة في انك تفوز بالالتحامات في الملعب لان القوة دايما مشوبة كده بالحذر او تدخ خلات مشوبة انك حذر او خايف ان اصابتك تتكرر او تتجدد باي شكل وحيد ما بيلعب كريم فؤاد ما بيلعبش حسام حسن احنا ما نعرفش هو فين صلاح محسن النهاردة هو البديل اول في خط الهجوب صلاح محسن اتساب في القاهرة خمس ست يامه الاهلي في الجزائر واللي خدتهم معاك مطلعهم برا فكاد غريبة جدا بالنسبة لي يعني صلاح محسن وحسام حسن اتنين اتسابه في القاهرة طب ايه النهاردة ايه اللي خليك تفضل وانت اصلا متمر بعد الجزائر متمر النص تمرينة اللي خليك تفضل من صلاح محسن يعني اخترتوا ليه من صلاح محسن وشبه شريف اصلي لما تاخد مهاجم نواية مختلفة عشان لما مع الفريق المتكتل هو البنك الاهلي لما تتزين انك توصل للاطراف والجنب يمين وشمال تحط عرضياتي بقى عندك مهاجم في الصندوق بيوجي